لم تكن المرأة العراقية غائبة عن مشهد الثورة منذ انطلاقها بداية تشرين أول من العام الماضي بل كانت في قلب العاصفة نزلت إلى الشوارع والساحات وهتفت وحملت العلم وطالبت بالحقوق ونالت نصبها من القمع والخطف والقتل أيضا نزول المرأة اللافت إلى التظاهرات برغم العنف المفرط كان مفاجئا للكثيرين فمن بين النساء المشاركات في التظاهرات كانت هناك الطبيبة والمسعفة والشاعرة والمؤازرة والثائرة إلى جانب رجال الثورة لم يقتصر دور المرأة على إعداد الطعام وتقديمه للمتظاهرين أو تنظيف ساحات الاعتصام وجمع التبرعات وتقديم الإسعافات الأولية بل تقدم الصفوف المتظاهرين في أحيان كثيرة وكانت عرضة لقنابل الغاز المسيلي للدموع ورصاصات الغدر ناهيك عن عمليات الخطف التي طالت العديد من الناشطات كما نالت الطالبات المنتفضات نصبهن من الأذى والاضطهاد على أيدي القوات الحكومية والميليشيات واستكمالاً لهذا الدور الكبير دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين إلى تنظيم تظاهرة نسوية في العاصمة بغداد الخميس وفاءاً لشهداء العراق وشهيداته ودعت اللجنة جموع الشعب إلى دعم مسيرة النساء وحمايتهن والخروج بتظاهرات كبيرة بغية السعادة الوطن من الأياد التابعة لإيران التي قدم ضاجعها صوت المرأة العراقية الطاهرة التي قدمت فلذة كبدها دون أن يثنيها ذلك عن مواصلة طريق السعادة الوطن من بائعة المناديل إلى أم مهند قصة طويلة تختزل في طياتها وجعاً طويلاً ممزوجاً بالفخر للمرأة العراقية التي ضربت مرة أخرى مثالاً في المواقف المشرفة التي يحسدها عليها الكثير من أشباه الرجال